الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأشهد أن لا إله إذا الله وحبه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر بأمري وحل العقدة من لساني يفضر القبر All praise be to Allah سبحانه وتعالى We depend to him We ask him his guidance and his forgiveness And we bear witness that there is no one That there is no worship except Allah سبحانه وتعالى And we bear witness that Muhammad صلى الله عليه وسلم Is the seal of what our friends May that peace of Allah سبحانه وتعالى Be upon him his companions and his followers سبحانه وتعالى أمين إخوتي في الله هناك مشاكل وأمور كثيرة تحصل في العالم الإسلامي على مستوى الأفراد على مستوى العائلات وعلى مستوى الدول وإذا تأمل المسلم في أسباب هذه المصائب وهذه الصعوبات سيتك لا شك أن من أسبابها هي أو هو الإعراض عن الله سبحانه وتعالى إذن على المسلم أن يترك ما أسباب هذا الإعراض وكيف يعالجه أمين Dear brothers and sisters As you can see in the Muslim Ummah Whether it's at our level as individuals or families or nations we have so many challenges so many problems and every Muslim who is concerned about these issues has to think about what's the reason why we are facing this What can I do How can I learn from this What's my role كيف تدارك كيف يعالج هذا الوصف قال فبعزتك وقال أيضا فأنظرني إلى يوم يعلوم إذن إبليس يؤمن بالآخر إبليس يؤمن بالله سبحانه وتعالى إبليس يؤمن بلغوة سبحانه وتعالى ولكن إبليس رفض أن ينصى على الله سبحانه وتعالى إبليس عصى الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو من أسباب الإعراض إبليس بالكريم إبليس يؤمن بالله سبحانه وتعالى إبليس يؤمن بالدويس إبليس في إبليji الله إبليس في إبلي الله سبحانه وتعالى إبلي النسير إبلي قكمة إبليها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من هذه الأمراء إذا كان الإيمان قوي فأنت تحرص على أن تربي عائلة مصر أنت تحرص على أن تغذيه بالغذاء الحلال أنت تحرص على أن تختار الزوجة الصالح هذا دليل أو علامات الإيمان ولكن نتعي الإيمان ونحفق في كل هذه الغبور نقصر نحو أبنائنا نقصر في جسم الحلال نقصر في اختيار الزوجة ونقول أو نلوها الدين أو نعم عن الدين ونقول أيها الدين لا يؤدي بنا إلى السلام وليأدوه So dear brothers and sisters one of the signs of Iraq is the wrong choice that we do and that's the sign of weak إيمان we believe or we claim that we follow Allah But when it comes to our choices the way we place our families the way we choose our kind of jobs the way we choose our spouses that's the last thing we can think about what does Islam think about this is that miscarried or not and then at the end when we get the wrong results we should expect it we blame or we turn away from our religion and this is really a challenge for every one of us and the sign of of Iman or true Iman is that you feel the mercy towards everyone النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال اختبيننا رحمة من الظالد تلهم ولو كنت فضل غريضا قلبي لم فضل من حرقك اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك So brothers Allah سبحانه وتعالى showed that one of the signs of having strong faith is to have mercy upon your family upon even strangers upon everyone and he praised Muhammad صلى الله عليه وسلم and made it a law for every human being for every Muslim and no Muslim and I'll say it because of the mercy of Allah because of your strong Iman of Muhammad people they surrounded you out of love and respect had you been cruel and harsh they leave you alone they go away from you هذه سنة رب العالمين الى الاحتفاف والاحتضاف عندما ينفضل الناس يتعطي الناس حول شخص وهذا ينفضل وهذا يحتاجه الاب والام والمربي والزعيم كل ميسان يحتاج هذا النوع تحتاج الرحمة أن تبدي رحمتك نحو الآخرين فسيتك الحب هذه سنة رب العالمين للمسن ولغاية المسن لغاية المسن من الأول المضحكة أن بعض الزعماء الظالمين من جعمانها ملاحوا أحد المنافقين فقال له لقد أوتيت ما لم يأتي أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم قال كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وَلَكُنْتَ خَضًا غَلِيرًا القَلْبِ لَمْ خَضْ مِنْ حَوْمَكِ وَلَكِنَّكَ أَنْتَ مَغَبْ أَنَّكَ شَدِيدًا وَقَاصِلْ أَلْنَّاسُ حَوْمَكِ فَأَنْتَ أُذِيْتَ مَلَكِبْتَهُ مُحَامَدْ صلى الله عليه وسلم يَلْقِمَةً نِفَانًا وَلْيَا بِالْلِلَّهِ يَمْدَعُهُ لِقْتَصْوَاتِهِ وَلِشِدَّتِهِ وَلْيَا بِالْلِلَّهِ So dear brothers, Allah made a law that if you have mercy upon others, they will come to you. And Nabi sallallam, one of his great characters is his mercy toward Muslims and Muslims. When he sat by himself sallallam, all those who were around him were disbelievers and out of love and respect and concern, they told him sallallahu alayhi wa sallam and he gained their hearts, and he gained our hearts sallallahu alayhi wa sallam So Allah placed him and made it a law to everyone to succeed. To have people strong with you, you have to have mercy in your hearts. And the mercy is the side of the Imam Alayhi wa sallam. Every parent, every educator, every leader needs that. There is no other way to succeed. You can force people, you can force them and they pretend to love you. They pretend to follow you. But the moment you change, they change. We've seen leaders collapsing, we've seen empires collapsing and we've seen how people change, 180 degrees. because they fall out of fear. But we follow Allah sallallahu alayhi wa sallam and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam it's between hope and fear. We follow Allah between, we always say it's between and the fear of Allah sallallahu alayhi wa sallam That's the way of Allah sallallahu alayhi wa sallam Would they not accept, would they not feel the beauty of Qur'an kareem? They reject it. One of the signs of having a true heart and being rude and harsh is that the Qur'an would not affect you. And you know when Allah described the believers he said إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ النَّذِينَ إِذَا ذُكِرَوا الظَّارُوا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجَلْ حَجَلْ Allah described the believers أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَوا الظَّارُوا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Do you have that? Do you feel that when Allah sallallahu alayhi wa sallam Do you feel the love and the obedience and the affect your hearts? If you don't, re-examine your heart. Re-examine your heart. الإخواتي في الله من أسلام الإعراضي أيضا عالم إتخال الإبلاد المسلم مقوم منه أن يُحزِن وتذكرون أنما أتى جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك إلى نظومك أن تحسن في كل شيء في العمل في الصلاة في الصيام في كل شيء عندما ترى نفسك أنك لا تبتن عليك أن تنتقل ماذا هو صورة الإباليات؟ في الصلاة في الصيام في هذه الأنوب يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائي الله فإنها من تفوى الدروب إنها من تفوى الدروب عندما تعظم الصلاة تعظم الحجر تعظم الأعيال تعظم الأنسبة الإسلامية تعظم في الوالدين تعظم كل هذه الأمور إذا أنت هذه علامة خير فيك هذا يبدي أو يبين حبك لله سبحانه وتعالى وإخلاصك لله سبحانه وتعالى ولكن عندما تقصر في هذه الأمور فأعلم أنك على صف فأعلم أنك عليك أن تعيد أو تجدد إيمانك لله سبحانه وتعالى والتجديد من خلق تذكرون الصحابة الكرام عندما كانوا يقولون لبعضهم تعالوا من ساعة هم من أول شك تعالوا من ساعة يعني تعالى نجدد إيمانك بالله سبحانه وتعالى إذا أطول منك أيها المسلم وأيها المسلمة أن تجدد إيمانك بالله سبحانه وتعالى وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى أو أن تجدد إنه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى when one of you does something to do the best of his or his ability إن الله يحقه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالإطفال دليل إيماني بالله سبحانه وتعالى وخصوصاً and especially in the إبادات especially in the prayer in the زكاة in dealing with your family with your parents with your neighbors and so on so try to be as perfect as محمد صلى الله عليه وسلم and one of the signs of إعراب التكاثم من علامات الإعراب عن الشراء التكاثم وخصوصاً في هذه البلاد كل مننا أنه أبناء ومن لا يسأل أنه أبناء إن شاء الله الله سبحانه وتعالى جدوا أبناء وبنات وكل مننا أن يكون أبناء من الفروقين في كينيا والداخل ولكنها محديات نرى الإغراءات أن تكون مصيباً هنا ومتازماً أصعب أن تكون مصيباً في بلاد الأخرى مشيئة وقال سبحانه وتعالى الله اختارك أن تؤسس هذه دعوة هذه حكمة سبحانه وتعالى قد أحاول أن أعيش بكين آخر ولكن لهم حكمة سبحانه وتعالى أن نعيش هنا وقد نخصر بعض أبناء هذا أمر محلوم ولا حول ولا قوة إلا بأبناء لأن كل أب وكلكم تتمنى أن يكون أبناءها من الفروقين في الدنيا والآخر ونرى التكاسم نرى المخيات كيفاني؟ كم تعالي حتى تأتي بابنك أو بيتك إلى المسجد أن يلتزم أو أن تبتزم أو أن يحرص أن يكسب حلالك وكل هذه المهمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحدي أبنائنا جميعاً وأن الزخن القوة والعزيمة على الصبر أعلم أنها تحديات كبيرة كل أب وكل أب يعاني ذلك فحصد بالله سبحانه وتعالى احتزل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصل لله سبحانه وتعالى أن يستمورهم عندما كنت في عمرهم شاباً أو أو يادعاً لم تدرك الألم والآمان التي أعقدها أهلك عليك قد نسيتها ربك ولكن كانت تمائي آمان وآلات لبعض ناس سبحهم الله وتقبل بدهم هذا التعب و هذا العلام ونحن الآن نفس التعب لكن هل الأمان و هل الألام نحو أبنائك و نحو أبنائك و نحو أبنائك فستر ولا تتكزر أبنائك و نحو أبنائك 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 لن نحو أبنائك و نحو أبنائك و نحو أبنائك و نحو أبن الإنف okay وَنَحْشُرُهُ يَوْمًا قِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَتَنِي أَعْمَى وَفَكُلْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ حَرْصَ اخواتي في الله، هذا الضيخ الذي أشبه وهذا الألب الذي نعانيه ما هو إلا من أسبابه أو من نتائجه وعدنا عن الله سبحانه وتعالى فلنعوى إلا الله سبحانه وتعالى ولا نحن كذل يوصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن ومن نعوى عن ذكره فإن له يهتم وعنك بشطة في كل شيء الحمد لله رب العالمين إذا خذت حياتك من حياة أهلك أو من كانت قبلهم فالحمد لله نحن بنعمة نصلي وننشي في البر دون أي شطة أو بشطة لبحيونه الحمد لله رب العالمين لدينا عاما لدينا أبسان الكثير ولكن تشعر بالله في السكر هلضيق من أسبابه اللي إعرام عن الله سبحانه وتعالى فأسر الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دين من رد الجبيل الله أبسانه وتعالى فأسر الله سبحانه 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 وتعالى سبحانه وتعالى إخوتي في الله لا رجل أن أبنى سبيه يكون أريد أن نستعيد إن شاء الله شغلة الإمام في فروبنا وأن إن شاء الله نستعيد حلوة الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف حلوة الإمام ووصف علامات هذه الحلوة فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بي فينا طعم الإمام هذا من الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه أول علامة الإمام أو حلوة الإمام بأن يكون الله سبحانه وتعالى ورسول أحب إليه من أي شيء آخر قبل الزوجة وقبل المنصد وقبل المنظيفة وقبل المنظيفة وقبل كل شيء الأمر الثاني الأمر الثاني وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أن تحب الناس إليه شبحانه وتعالى ليس المصدح ونعلم نحن من السبعة الذين سيكونون تحت ضد عرش إليه شبحانه وتعالى من قياما رجلان تحب في الله أن تحب الشخص إليه شبحانه وتعالى ليس من الطمحة في وظيفة أو في منصب أو في أي شيء من الدنيا والأمر الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يؤذف في الناس كذلك أن تكرح من دعوه إلى أولان يعني إذا بدأ الإنسان ضار شير يشرق يفعل المتراث فأنت نفسيا ترفض ذلك وتحبه الله سبحانه وتعالى أنك لم تقوم بذلك وتكره أن تخضف أو أن تعود إلى الجاملية كما تكره أن ترمى في الناس إذن هذه على إخوتي في الله سبحانه وتعالى there are three signs that show you how you feel or how you know the beauty or the sweetness of Emmanuel in your heart. The first one is that Allah and Muhammad will be the most beloved to you before anybody else, before any position, before your wife and your children and yourself. If you feel that, then this is a sign of the sweetness of Emmanuel, first one. Second one, that you love a person for Allah's sake, not for any worthy gain, not because it could give me a business or it could give me a position or something. For Allah and we know the famous hadith of Muhammad when he mentioned about the seven kind of people that had to be under the throne of Allah in the day of judgment. And one type of them is two men or two individuals that love each other for Allah . They met because of his love and they left each other while they still have a connection in love. You see a Muslim from Pakistan or from Indonesia or from from Africa, from wherever. We love him because he's a Muslim. That's because he's from your town or your tribe or whatever. So that's the truth here. So I ask Allah to give us the strength and the guidance to follow and we repent to Allah to correct our ways to have success and happiness with our families and with our community. I ask Allah to give us the strength and happiness with our families and with our families and with our families and with our families and with our families. and with our families and with our families and with our families and with our families and with our families. Whoever obeys Allah and His Prophet, that is a winner and the leader is successful. So I ask Allah to be among those. Почему؟ أتوقتي ولادًا هناك Savior of the many ways or so many causes or symptoms of our reject I mention two here only of you may have something I'm not aware of so you have to find this and investigate and go back to Allah so in sha'a Allah Allah gives me the strength to feel again the sweetness of the Qur'an to feel the beauty of being with your family بدلي's getting to feel the value of being a muslim into feel the role in this world as a believer and the Lord that's on you you are the inheritor of Muhammad and Muhammad that Allah said to him وما نرسلناك إلى رحمة للعالمين محمد! We send you just for mercy to humanity So, you as a Muslim, your role or your mission in life is a mercy to the humanity. That's your role. Discover or rediscover yourself. How you can change your way, how you can make an impact on this world. That's your role as a believer. Allahumma صدي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما مررت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم لإنك حمير مجيء. Allahumma افتح لن أتفح عارفين وخدخنا بإخدخنا بيه واعفو عنا يا رحمة يا رحيم. اللهم آتي نفوسنا تخواها وسكيها أن تخذ من سكاها أن توليوها ومولاها مولانا رب العالمين ربنا لا تحملنا ما نعطى أخذ لنا به واعفو عنا وغفو لنا والحمة. أنت مولانا فانصرنا عن خوف الكافرين وصلت لهم على محمد وعلى آل إبراهيم والصحيح والسلام أجمعين. عباد الله إن الله يكون تعديم الإحسان وإداءه من القربة وينهى عن الفحشاء والممكن والبغي. يأبتم لعلكم تتكبون وعفو الصلاة.